أهالي منطقة الجزائر في الموصل رئيس الوزراء والجهة المعنية طلبوهم بالتدخل لإيقاف عملية تجريف الآثار والحفاظ عليها وتأتي هذه المنشدات بعد قيام البلدية بتقطيع وتوزيع أراضي أثرية إلى أشخاص مدنيين وأبدى الأهالي هناك استغرابهم من تحويل جنس الأراضي من أثرية إلى البلدية وقيام الأخيرة بتوزيعها أجوا يعني البلدية يعني إحنا نريد نعرف أشنو شون تحولت من أثرية إلى بلدية خوش راجعنا المفتشين من الأثار إحنا قبل شهر قلنا لهم يا بايش يا المنطقة أثرية وهذا قالوا نقبنا بيها ما يجينا بيها أثار شوف رب العالمين ظهر الحق من إجت البلدية فلا شو هاي النخلة هناك طلعت صخرة شبيرة من الأثرية هو قصر أشوري بالأصل ومعبد أشوري الله أثار اللي يثبت أنه أثار هي طلعت اللي قطعة الأثرية يعني هذا أقوى دليل بعد ما أكو شيء يناقض هذا الكلام وصوروها جهات شثيرة وقنوات شثيرة إعلامية وإحنا ترى ما ما استفادي منه بس هذا تاريخنا تاريخ البلد تاريخ الأباد تاريخ الأجداد إحنا ما نريدوا يروح أبان منثورة يعني إحنا داعش كسر بما فيه الكفاية وما يحتاجوا الروحة للدول الخارج نستورد القطعة معنا الأثرية المسروقة عدنا أثار بالبلد يكفينا آلاف السنين بعد فإحنا خلينا فرصة لنا نستخرج اللي عدنا وهذا تاريخنا وتاريخ أجدادنا اليوم جاء الشفق الضرب شجرة طلعت قطعة بوزن 300 كيلوغرام ولا داروا لبال ضرب الشفق الضل فايد بيها قبل ولا عدنا مسؤولين ولا عدنا حادي ناشد ويداعي رأي القطعة الأثرية اللي عدت تطلع تراث محافظة مثل محافظة نينوة إروحي شي حرامات بالهدر وبأنه أجنو حجتهم اتقطعت وتحولت للبلدية قامت يجينا ناس كل من يصيح هاي الأرض مالي وهاي الأرض مالي نناشد من منبر قناتكم المحترمة السيد رئيس الوزراء محمد شيعة السوداني والمنظمات الدولية بدأ الدخل والتدقيق وراء تراث محافظة عريقة مثل محافظة نينوة